حرب كلامية تصاعدت بين قادة قوات الدعم السريع وقادة الجيش السوداني خلال الأسبوعين الماضيين المشكلة الأساسية تتعلق بعملية دمج قوات الدعم السريع في الشيش وهو ما صعد كبار القادة العسكريين في السودان من لهجتهم حياله وبدت مواقفهم في الآوينة الأخيرة أكثر ضغطا في هذا الاتجاه فقائد الجيش عبد الفتاح البرهان فاجأ الجميع بخطاب جماهري باشتراطه دمج قوات الدعم السريع في الجيش لاستمراره في السير في طريق تحقيق الاتفاق الإطاري تصريح أثار استغراب كثيرين نظرا إلى أن الدمج منصوص عليه أصلا في الاتفاق وفق جدول زمني يجري الاتفاق عليه بين الطرفين النقاش حول هذا الموضوع يستبق ورشة مخصصة للإصلاح العسكري والأمني تعد واحدة من أهم القضايا التي نص عليها الاتفاق السياسي الإطاري الموقع مع القوى المدنية حيث من المقرر أن تخرج الورشة التي ستحاط جلساتها بسرية تامة بعيدا من الإعلام بخريطة طريق لعملية دمج الفصائل المسلحة في جيش واحد التصريحات المتبادلة بين قادة الجيش وقوات الدعم السريع أثارت حالة من التوجس والتوتر الشديدين في الشارع والأوساط السياسية من مواجهة عسكرية محتملة برغم مسارعة الطرفين إلى نفي إمكانية حدوثها ووسط حالة من الترقب دفع التصعيد الكلامي المتبادل القوى السياسية الموقعة على الاتفاق الإطاري إلى التدخل تلافيا لحدوث أي سراع بين القوتين العسكريتين قد يجر البلاد إلى حرب ويؤثر في العملية السياسية الجارية حاليا فيما يرى البعض أن الحديث عن ملف دمج الدعم السريع والمجموعات المسلحة الأخرى يجب أن يتم في الورشة المحددة للإصلاح الأمني والعسكري كي لا يضع عراقيلة أمام مسار التسوية السياسية ترجمة نانسي قنقر